في كل استحكاكات اتخابية رئاسية تتجدد المخاوف في موريتانيا بشأن وحدة مكونات البلاد العرقية الشارع الموريتاني منقسم حول مرشح من بين المرشحين الستة هو بيرام ملدع بيدي ناشط ضد الرقوة المعارض الرادكالي للنظام الحاكم حاليا الخطاب خطاب عنصري وعبارات نتهنة ووجوم على المقدسات ووجوم على العلماء هذا ما يقدر يقود بلد بأمل شخصية متوازنة مناسبة مثقفة عند كارزمية الرئاسة التي لا يوجد في بعض من الناس التي ترشح الرئاسة حاليا وخلال جولته الانتخابية كان لفتا تركيز بيرام على خطاب تصالحي يتصدى لمعضلات فياسية واقتصادية واجتماعية هم جميع الموريتانيين ويدعم ترشح بيرام حزب صواب القوم العربي وكذلك بعض خصوم هذا الحزب الايديولوجيين من القوميين الأفارقة لينمشوا بالشعب الموريتاني من الفقر شعر الغنابي إذن الله تعالى من الخوف شعر الأمن والأمان لينمشوا بيكم من التخلف شعر التقدم لينشوا بيكم الكبت والديكتاتورية شعر الحرية الحقوقي والسياسي الموريتاني المثير للجدل انتخب نائبا في البرلمان وهو في السجن واختارته مجلة التايم ضمن الشخصية الأكثر تأثيرا في العالم أكسبته المحاكمات وتكرار الاحتقال شعبية في صفوف الفئات المهمشة التي يقدم نفسه كمدافع عنها ومن بينها شريحة الحراطين التي يقول إن القبائل العربية والبربرية والأفريقية كانت وما زالت تستعبد عددا من أبنائها ويجرم القانون الموريتاني العبودية التي تم حضرها رسميا ثلاث مرات خليل الجدود العربي نواق شوط